ننتقل إلى صحيفة الصحيحة ومنها نقرأ منظمة أسر الشهداء ترفض طلباً حكومياً بإخلاء المقر في تفاصيل الخبر علنت منظمة أسر الشهداء ثورة ديسمبر الجمعة رفضها قراراً حكومياً يطالب بإخلاء مقر المنظمة الكائن شرق الخرطوم متهمة النظام العسكري بالسعي لغلاق ملف الضحايا وقال الأبين العامل المنظمة أبو بكر عمر الإمام لسودان تيربيون قال إنه تسلم فعلياً القرار من الحكومة لإخلاء المقر لكنهم قرروا عدم الانصيع وأضافها سنقاومه ونرفض تسليمي جهة هذا الموقع وسنتجه لخطوات تصعيدها خلال الأيام القرية المقبلة لمنهضة القرار وأكد بنا النظم العسكري سعى طوال الفترة الماضية لوضع يده على المنظمة بعد أن اترح عليهم أكثر من مرة حلها ودمجها في منظمة الشهيد التي أسسها نظام الرئيس المخلوع وهو أمر قال إنهم رفضوه إضافة إلى مضايقات تعرضوا لها دبع انقلاب 25 من أكتوبر السلاء الجيش على الصلقة طلب حكومي لمنظمة أسر الشهداء بإخلال المقر كيف تقرأ توقيت هذا القرار ابتداء؟ طيب قبل التوقيت أنت شفت في معلومة غريبة جدا وردت في هذا الخبر أنه لجنة أسر الشهداء ذكرت أنه جرت محاولات سابقة لإقناعهم بحل منظمة أسر الشهداء والاندماج في منظمة الشهيدة التي أسسها النظام البايد أنت عارف النظام البايد ده هو منظمة أسر الشهداء دين عندهم شهداء قتلوا من نظام البايد أنت كيف يعني الضحية ينظم إلى الجلاد يعني يعني أنت حاجات غريبة جدا في البلد يا أخو الله البلد دي بيقيت فيها مسرع عبس بس يعني هم يعني منظمة أسر الشهداء في شهداء قتلوا في 2013 وحتى بداية حراك ثورة ديسمبر المجيدة هنا تقتلوا بواسطة النظام البايد ومنظمة الشهيدة التي قال لهم حل منظمتكم وانضموا له هي أساس النظام البايد النظام البايد ربما يتحدث عن شهداء آخرين في حرب الجنوب أو خلافه فكيف لأهولاء الضحايا ضحايا النظام البايد أن ينضموا لمنظمة أساس النظام البايد ضحية ينضم إلى الجلاد هذا غريب هذا من المفارقات العجيبة جدا الحقيقة إنه موضوع أسر الشهداء وملف الشهداء وقضايا الشهداء هذا الملف يعني هو من الملفات المهمة جدا والحساسة جدا ويحاول كل الضالعين في هذه عمليات القذرة عمليات قتل وسحل الشهداء يعني أن يداروا هذا الملف وأن يطوهوا بشكل أو آخر لو تذكر بدأة المحاولة الأولى مع لجنة التحقيق حول فضل الاعتصام التي رأسها القانوني نبيل أديب بأنه برضو أمرهم بإخلاء المحل ومش عارفه في جماعة جو وقعدوا إلى آخر على كل حال كانت محاولة هو الحسد يعني إغلاق ملف أو ملفات قضايا الشهداء تماما نعم واضح جدا يعني وهذا أيضا هذه المحاولة بمحاولة إنه إجلاء منظمة أثر الشهداء من هذا المقر الذي تحتل طيب السيناريوهات المتوقعة وطبعا بحسب ما جاء في الخبر على لسان القائمين على أمر هذه المنظمة ونظمة أثر الشهداء أنهم سيقاوموا هذا الإجراء وسيقاوموا هذا الطلب ولن يخلوا المقر وسيتجهوا للتصعيد وحقيقة يعني كل سوار سيصعيدون معهم لجان المقاومة ستصعيد معهم كل الشعب السوداني سيصعيد معهم مهما كان أنا دالي أقول حقيقة مهما كان شوف قضية الشهداء دي لن تموت نهائيا شوفت شنو لن تموت ولن تسقط بالتقادم مهما كان لو لم يعني يتم الفصل فيها بعدالة الأرض هناك عدالة السماء حتم شوين مثلا السوداني الشهير بيقول لك يا كاتل الروح وين بتروح no way فابتكر إنه كل المحاولات هذه ستبوء بالفشل وفي النهاية لابد لابد أن يعني يجد هؤلاء الشهداء نعم الإنصاف من قتلتهم رغم هذه المحاولات وربما إذا ثار الحال هكذا ربما يعني تتم يعني تدويل هذه القضية باللجوء إلى القضاء الدولي نعم وهذا وارد جدا يعني وتضاف إلى القضية السابقة قضية الإبادة الجماعية في دارفور هنا أيضا إبادة جماعية في القرطوم وفي غيرها من المدن الأخرى أثناء حراك سورة ديسمبر المجيدة